هم شباب من الطلبة بجامعة غردايا اختاروا طريقة التخطيط في إنشاء مؤسسات خاصة بعد التخرج وفق تخصصاتهم لعدم السقوط في دوامة البحث على مناصب عمل وتجنب شبح البطالة الهدف تعنا من هذا اليفنمون هو كيف نفهمه الاسطاليين كيف يمكنه يدير بروژيته برسونال النجاح ينطلق بفكرة هي القاعدة التي تبنتها الطالب أسماء ونظمت رفقة زملائها دورة التفكير هذا بمساعدة خبراء من أجل تحديد طبيعة المؤسسة التي يتم إنشاؤها وبعيدا عن العمل عند الآخرين نأمن بالوظيفة لا تخدمنا إذا بقينا في هذا المجال الوظيفة سندخل في دوامة العمل نطور في أنفسنا بما أننا في بداية مشوارنا المهني نخم وندخل في مجال ريادة الأعمال نحن وجدنا كطلبة اجتمعنا درنا ورشة تدريبية في مجال المقاولاتية باسم هولت برايز غردايا نحن كطلبة نطلب من الوزارة الوصية تكفل بمثل هذه الطلبة وخاصة هذه الأفكار لم يخلوها تروح هباء تفكير الطلبة بهذه الطريقة التي تمكنهم من تحقيق حلمهم واستغلال القنوات التي تخصصها الدولة تعتبر خطوة مهمة يمكن أن تحرك مستقبلا عجلة التنمية الاقتصادية من خلال اقتحام خريجي الجامعات مجال المقاولاتية